السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأحبائي متابعيننا على يوتيوب في قناتنا الجميلة النهاردة هنتكلم عن أسرة كبيرة جدا حكمة مصر من سنة 1805 إلى 1952 أنا واسخة كتير جدا منك وأعرفوها الأسرة جيل هي أسرة محمد علي باشا ومحمد علي باشا كان رجلا عبقريا في القيادة وفي الحكم أيضا وحاول أن يقوم بتطوير مصر من حال إلى حال أفضل ثم حكمت بعد ذلك أسرته التي سميت بالأسرة العاوية نسبة إليه ومحمد علي باشا كما جاء في فيديو سابق لنا هو رجل ألباني ولكنه كان قائدا في أحدى بيوش العثمانيين ثم بعد ذلك استطاع أن يحكم مصر تحت السلطة الإسمية للعثمانيين فكان شديد الزكاة واستطاع أن يتخلص من جميع منافسيه وهناك فيديو سابقا محمد علي باشا بالتفصيل فتجدون فيه كيف تخلص من منافسه وبدأ تأسيس أسرة سميت بعد ذلك بالأسرة العاوية للتحكم لمصر ثم استطاع محمد علي باشا أن يستقل بمصر عن العثمانيين وأصبح حافظ مصر وسودان وتمكن حفيده إسماعيل باشا الشهير للخديد إسماعيل أن يجسد جهودة جده وأجدده الآخرين حتى أصبح استقل المصر فعليا وأنشأ العديد والعديد من المشروعات الهمة مثل قناة السويس أنشأ دار الأدرة أقام السكة الحديدية وغيرها وقد حكموا مصر تحت إس الولاة خمسة منهم هم محمد علي باشا ثم ابنه إبراهيم باشا ثم عباس حلمي الأول ثم محمد سعيد باشا ثم إسماعيل باشا وحكموا تحت إسم الخديوي ثلاثة هم الخديوي إسماعيل والخديوي توفيق والخديوي عباس حلمي الثاني ثم حكموا تحت إسم الصواتين السلطان حسين كامل والسلطان فؤاد ثم تغيروا الاسم إلى المليك وهم ثلاثة الملك فؤاد الأول الملك فاروق الأول ثم الملك أحمد فؤاد الثاني والذي تولى الحق وعمره أشهر قليلا إلى أن تم إعلان الجمهورية بفورة يوليو 1952 والآن أترككم مع صور نادرة لأفراد تلك الأسرة وإلى لقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعع أريد أن أقول في ختم حديث قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير لا يوجد ملك يستمر ملك إلى ما شاء أظهر ولا إلى نهاية الكون إلا الله الواحد قهار لمن الملك اليوم لله الواحد قهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 واخد بني هذا المسجد على نصف المساجد العصمانية وخاصة مسجد السلطان احمد في اسطنبول ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة